كم قال عن راك لمعرفة انه الانسان اسرع من الفهد رغم ان سرعك الفهد مئة وعشرين كيلو متر بالساعة واقصى سرع وصل الانسان على وجه الارض كان نيوسين بولت لما قطع مئة متر بحوالي عشر ثواني هلا راح تقلني الفرق كتير كبير كيف ممكن الانسان نيسبق الفهد ولكن يا صديقي رب العالمين اكرم الانسان بنعم غير العقل نحن نصفل عنه من هين نعم قوة التحمل فالانسان يعتبر من اكتر الكائنات القادرة على التحمل في العالم وهذا الشي بيفسر ليش لو حطينا انسانه في هديد سابو اللي انسان راح يربح السباق بكل سهولة ماذا انسى تابعني واحفظ اللقطة عندك